السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب الصف الثاني الابتدائي في مادة الحوسبة والتكنولوجيا المعلومات درسنا لهذا اليوم من الوحدة الثانية أنا أكتب نصا عنوان الدرس تنسيق النص من صفحة 36 إلى صفحة 38 والآن هيا لنتعرف على أهداف الدرس أهداف الدرس أن يكون الطالب في نهاية الدرس قادر على أن يختار نوع خط مناسب للنص الخاص به في برنامج الدفتر WordPad أن يغير حجم خط النص الخاص به باستخدام برنامج الدفتر WordPad أن يغير لون خط النص الخاص به باستخدام برنامج الدفتر WordPad المصطلحات الخط فانت حجم الخط فانت سايز لون النص تكسط كولر ما هذه الخطوط الجميلة يا ريم؟ إنها خطوط عربية يا حمد خطوط عربية؟ وهل هناك أنواع مختلفة من الخطوط يا ريم؟ نعم يا حمد هناك أنواع كثيرة وجميلة جداً كثيرة؟ ألا يكفي خط واحد يا ريم؟ هل يشبه خطي خطك يا حمد؟ لا يا ريم لكل واحد مننا خط مختلف وكذلك أنواع الخطوط تختلف عن بعضها البعض الآن لاحظ اسم يا حمد كيف كتبته على جهاز الحاسوب؟ آه إنه خط جميل يا ريم كيف قمتي بذلك؟ باستخدام برنامج الدفتر WordPad فبرنامج الدفتر WordPad يوفر لنا الكثير من أنواع الخطوط العربية والإنجليزية والتي تساعدنا على تنسيق النص الخاص بنا بكل سهولة وكيف اخترتي هذا الخط يا ريم؟ يمكنك اختيار نوع خط جديد للنص الخاص بك يا حمد باتباع الخطوات الآتية قم أولا بتحديد الكلمة التي تريدها كما تعلمنا سابقا بالضغط المزدوج عليها بزر الفأرة الأيسر ثم من تبويب الصفحة الرئيسية Home مجموعة الخط Font اضغط على السهم الجانبي لأداة نوع الخط واختر الخط الذي تريده لاحظ توفر الكثير من الخطوط يا حمد سنقوم باختيار خط Arabic Type Sitting لاحظ الآن كيف تغير نوع خط كلمة التفاح التي قمنا بتحديدها نعم هذا الخط جميل جدا يا ريم والآن أعزائي الطلاب هيا لنراجع معا خطوات اختيار نوع خط مناسب للنص الخاص بك في برنامج الدفتر Word بعد أولا قم بتحديد النص الذي تريده ثانيا اضغط على السهم الجانبي لأداة تغيير نوع الخط ثالثا اختر نوع الخط الذي تريده لاحظوا أيضا أعزائي توافر الكثير من أنواع الخطوط مثل Arabic Type Sitting Aerial Times New Roman هل لاحظتم الاختلاف في أنواع الخطوط في كلمة السلام عليكم؟ والآن يا حمد وأنتم أعزائي الطلاب اجلسوا جلسة صحيحة أمام جهاز الحاسوب ثم قوموا بفتح برنامج الدفتر Word بعد الآن قوموا بكتابة أسمائكم ثم تغيير نوع الخط إلى Arabic Type Sitting أحسنت يا حمد والآن قم بتضليل الكلمة ممتاز اختر نوع الخط Arabic Type Sitting أحسنت بارك الله فيك والآن يا ريم هل يمكنني زيادة حجم الخط قليلا؟ بالطبع يا حمد يمكن كذلك من خلال استخدام أداة حجم الخط Font Size الموجودة في برنامج الدفتر Word بعد قم أولا بتحديد النص الذي تريده مثل كلمة التفاح نضغط عليها ضغطا مزدوجا بزر الفأرة الأيسر ثم من تبويب Home مجموعة الخط Font قم بالضغط على السهم الجانبي لأداة تغيير حجم الخط واختر الحجم الذي تريده لاحظ الآن كيف تغير حجم خط كلمة التفاح هيا لنراجع عزاء الطلاب خطوات تغيير حجم خط النص الخاص بك في برنامج الدفتر Word بعد أولا قم بتحديد النص الذي تريده ثم اضغط على السهم الجانبي لأداة تغيير حجم الخط اختر حجم الخط الذي تريده الآن عزيز الطالب قم بالبحث عن أدوات أخرى في برنامج الدفتر Word بعد نقوم من خلالها بتكبير أو تصغير حجم الخط برأيكم هل يوجد أدوات لذلك؟ قموا بالبحث الآن أحسنتم تستخدم هذه الأداة لتكبير حجم الخط وتستخدم الأداة التي بجانبها لتصغير حجم الخط والآن يا حمد وأنتم أعزاء الطلاب هل بإمكانكم تغيير حجم النص الذي كتبته في النشاط السابق وكان عبارة عن أسمائكم؟ نحدد الكلمة أحسنت؟ ثم نضغط على السهم الجانبي لأداة تغيير الحجم ثم نختار الحجم المناسب أحسنتم ممتاز أنتم بارعون حسناً يا ريم كيف يمكنني الآن تغيير لون خط النص الذي كتبته؟ بإمكانك فعل ذلك يا حمد من خلال أداة تغيير لون الخط في برنامج الدفتر Word بعد قم أولاً بتحديد النص الذي تريده ثم من تبويب الصفحة الرئيسية Home مجموعة Font الخط اضغط على السهم الجانبي لأداة تغيير لون الخط ثم اختر اللون المناسب هل تلاحظون أعزاء الطلاب؟ تغير لون كلمة التفاح إلى اللون الأحمر الآن أعزاء الطلاب هيا لنراجع خطوات تغيير لون خط النص الخاص بك في برنامج الدفتر Word بعد أولاً قم بتحديد النص الذي تريده ثم اضغط على السهم الجانبي لأداة تغيير لون الخط ثم اختر لون الخط الذي تريده عزيزي الطالب قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 39 قم بحل السؤال الآتي صل وظيفتكم لأمر بالأداة المناسبة هل قمتم بحل السؤال؟ هيا لنقم بحل السؤال معان غير لون النص أحسنتم غير نوع الخط أحسنتم أعزائي غير حجم الخط ممتاز بارك الله فيكم طلاب الأعزاء الآن عزيزي الطالب قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 40 والآن عزيزي الطالب اجلس جلسة صحيحة أمام جهاز الحاسوب ثم طبق السؤال الآتي قم بتغيير حجم الخط ولون الخط الخاص بالنص قم أولاً بفتح برنامج WordPad وقد تعلمنا الطريقة في الدروس السابقة الآن أكتب النص أنا أحافظ على صلاتي أحسنت عزيزي الطالب أحسنت قم الآن بتحديد النص ثم غير حجم الخط إلى 48 ممتاز أحسنت الآن غير لون الخط إلى اللون الأزرق أحسنت احفظ الملف الآن باسم الصلاة File, Save as, Rich Text Document أحسنت غير الآن الاسم إلى الصلاة اضغط Save ممتاز ممتاز الآن أغلق الملف أحسنت عزيزي الطالب الآن عزيزي الطالب قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 41 الآن عزيزي الطالب قم بإنشاء ملف جديد وتغيير حجم ولون الخط للنص المطلوب كتابته ولا تنسى أن تجلس جلسة صحيحة أمام جهاز الحاسوب قم أولا بفتح برنامج الدفتر WordPad الآن اكتب النص رياضة المفضلة هي وبجانبها الرياضة التي تفضلها حمد يحب رياضة كرة القدم ترجمة نانسي قنقر الآن للنزول إلى سطر جديد أحسنتم نضغط مفتاح انتر في لوحة المفاتيح الآن اكتب اسمك الآن عزيزي الطالب نسق النص الذي كتبته عن رياضتك المفضلة غير حجم الخط إلى ستة وثلاثين أحسنتم سنقوم أولا بتحديد النص ممتاز الآن غير لون الخط بلون من اختيارك ممتاز الآن نسق النص الخاص باسمك غير حجم الخط إلى ستة وعشرين نحدد النص ممتاز غير لون الخط بلون من اختيارك أحسنت بارك الله فيك الآن احفظ الملف باسمك واسم رياضتك المفضلة ممتاز أحسنت عزيزي الطالب قم الآن بإغلاق برنامج الورد بعد ممتاز الآن عزيزي الطالب قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 43 عزيزي الطالب استكمالا لمشروع إعادة التدوير من الدرس السابق عليك الآن القيام بتغيير خطوط وألوان النص قم أولا بفتح ملف ريسايكل الآن غير نوع الخط أنا أقوم بإعادة التدوير إلى أيريال أحسنت ممتاز الآن قم بتغيير حجم الخط إلى 16 أحسنت لون الآن كلمة الزجاج باللون الأخضر ممتاز بارك الله فيك لون الآن كلمة الورق باللون الأزرق أحسنت عزيزي الطالب لون كلمة البلاستيك باللون الأحمر ممتاز قم الآن بحفظ الملف ثم أغلق البرنامج بارك الله فيك والآن هيا لنلخص ما تعلمناه في درس اليوم ماذا تعلمنا؟ اختيار نوع خط مناسب للنص الخاص بك في برنامج الدفتر وورد بعد تغيير حجم خط النص الخاص بك في برنامج الدفتر وورد بعد تغيير لون خط النص الخاص بك في برنامج الدفتر وورد بعد ولنا لقاء آخر مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إلى اللقاء